على ذكر نادي الزمالك عاوز اقولك ان ازمة القيد لنادي الزمالك اتحلت وازمة القيد اللي اتحلت لنادي الزمالك مع اتحاد القرى اللي كان رافض قيد نادي الزمالك ورافض استخراج الكرنيهات نظرا للمديونية المالية الكبيرة على نادي الزمال اتحاد القرى قال انها خمسة وخمسين مليون حسين بيك لبيب قال انها خمسة وستين مليون تم الاتفاق الاول دلوقتي مع اتحاد القرى على جدولة جدولة مديونية نادي الزمالك للتحاد الكرة هتبقى في جدولة وهيسددوا المديونية لنادي الزمالك للتحاد الكرة فبالتالي هتصدر كرنيهات لعب نادي الزمال هتيجي تقول له الأهل كان بيقول أنا مش هسدد حتى الآن الأهل ما سددش الأهل كان الأهل عليه 15 مليون الزمالك عليه اتحاد الكرة لخمسة وخمسين حسين بيك لبيب قال لخمسة وستين بس اللي أنا عرفه إن فيه 12 مليون تسدده 12 مليون تسدده فهنا فكرة القيد محلولة في اتحاد الكرة أحد المصادر في اتحاد الكرة قال إن الفيفا رفض لنادي الزمالك إنه يفتح القيد في الفترة دي اللي هو بقى القرار حرمي من القيد دورتين 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 فترتين قيد قال إنه وصل خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالرفض لكنهم كالعادة لم يفسحوا للرأي العام وأنهم أبلغوا المسؤولين في نادي الزمالي وأنه ستكون هناك محاولات أخرى ها لفتح القيد خلال الانتقالات الصيفية الحالية عشان يقيد اللاعبة الجديدة اللي زي عمر كمال عبد الواحد اللي زي حمد النقاز وهكذا عاوز يقيدهم فعشان يقيدهم لازم يقفي قرار من الفيفا القاردة قال لك إنهم رفضوا قال إنهم رفضوا وصل لنا رد بكده لكن بعتوا ضمن خطابهم إن اللاعبة اللي كانت موجودة السنة اللي فات مع الزمالي معارة من أندية أخرى يمكن استمرارها واللي كانت مقيدة وتم إعارة الأندية أخرى يمكن استمرارها لكن الجديد لا قال لك لا الحرمان من القيد فترطي قيد لهم بيسموهم اللاعبين الجدد وأن محاولات الزمالي ستكون مستمرة في هذا الإطار الأمر الآخر أن شيكبالة تم تحديد جلسة 12 أكتوبر 12 أكتوبر للطعن الذي تقدم به الدكتور كمال شعيب محاميه والمحامي الشهير الشاطر المتميز في قضايا مركز التسوية والتحكيم وحصل على أحكام كتيرة جدا 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 على مرتدى منصور في خلافاتهم وفي قضايا الأستاذ ممضوع عباس وهنا العدال وحاجات بالشكل ده هو اللي ماسك دلوقتي قضيتش كبالة فماسك قضيتش كبالة تحدد له يوم 12 هو بيستند إلى جزئيتين مهمتين للغاية أن لاحظة أقول لك الجزئيتين اللي بيستند إليهم أن الإقاف تمام مباريات في الليحة على أمرين اتنين فقط البسق على الحكم أو التعد عليه ما فيش تمام مباريات للبقى الكلام التاني اللي تقال فهو بيستند إلى دول وبناء على هذا بيطالب بإلغاء العقوبة أمام مركز التسوية والتحكيم والقرار سيكون يوم 12 أكتوبر المقبل بإذن الله وكل عام وأنتم بخير بمناسبة انتصارات أكتوبر وعلى ذكر اتحاد الكورة أنا ما شفتش في الدنيا ما شفتش في الدنيا أن اتحاد الكورة الجامعة العمومية بتطلب أن أخذ جامعة عمومية فيبلغوا الفيفا فالفيفا تقوم أي لا إيه للاتحاد الكورة طب هم عاوزين يتكلموا في إيه شغل هنا بريدة على طول يبعثوا جوابات للجامعة العمومية اقتراح طب ما اقتراحنا وإحنا عادين في الجامعة العمومية نتناقش ونوصل لقرار كل واحد يقول فكرته لكن هو يعني لا عاوز الدنيا تبقى واضحة من أولها ومش عاوز زعقة جامعات عمومية طريقة لتعديل اللايحة ولا عاوز زعمل الانتخابات لاحتفال بالمقاوية في نوفمبر المقبل ويبقى هنا بريدة يتم تكريمه وتقديره وحاجات بالشكل ده على غير رغبة الرأي العام المصر بصفة عام فالخطاب ده بعد أمر الآخر أن صدر حكم من اللجنة العليا المشافة على الانتخابات الاندية والاتحادات الرياضية برئاسة المستشار عبده الأودن برفض الطعن للمرشح اللي قلت الخبر ده عملتلكم بانفراد مبالح الصبح برفض الطعن للمرشح المستبعد من الانتخابات نادي سموح رفضوا طعنه المرشح اللي قلتلك ايه تعامل ماليا مع النادي اللي هو تعامل ماليا مع النادي كان بياخد شغل مقاولات من النادي اللي قاله معاه المستشار عبده الأودن في الحكم بتاعه قال اللي استبعاد جاءل افتقاده شرط من شروط الترشح وأنه قبرم عقد مع النادي بـ 18 مليون في 2017 كان مقاول ثم عمل شغل تاني في 2019 وأن لائحة النادي لائحة النظام الأساسي النادي سموحها بتنص على استبعاد اي حد استبعاد اي حد من الترشح له معاملات مالية خلال الخمس سنوات لازم اخر تعاملات مالية لك مع النادي يكون مرة عليها خمس سنوات والبند ده حطوا الموانصف محمد فرج عامر عشان يبقى بيقول لكل الناس انا وشركاتي ماناش اي تعاملات مالية لنادي سموح فييجي مرشح له تعاملات مالية مع نادي سموحها يستبعد لهذا الامر ده الحكم اللي انا قلت لك مبارح قبل ما يقرروا معاه المستشار عبدالأودن رئيس اللجنة العليا مشوفة على الانتخابات الاندية والاتحادات الرياضية ويستبعد مرشح نادي سموحها لا مش حابة يقول الاسم مش حابة يقول الاسم وده قالك لا حق له الترشح لمدة خمس سنوات ده اهو الناس كتبته خالد المصري مجاهد كتبه قالك محمد السيد مجاهد شكلك قريبه يا خالد يعني خلاص انت اللي قلت الاسم انا بحبش اقولي الاسم الصراع بحبش اقول الاسم يعني ليه يعني مش لازم من البعض يعتبروا تشهير بحد يعني وحتى يدرك الجميع ان انا على مسافة وحدة من الجميع لكن انا نحترم ونقدر انجازات فرج عامر في نادي سموح نادي سموح اللي كان خرابة في التسعينات وكانت الناس تخاف تمشي جنبه انا كنت طالب في جامعة اسكندرية وكنت مقيم في المدينة الجامعية فكنا بالعد جنب الناد كانت الناس تخاف تمشي جنبه دلوقتي تحول الى قرية اولمبية عظيمة قرية اولمبية عظيمة ومؤسسة رياضية عملاق وابطال عالم وابطال اولمبيات وابطال في كل الالعاب ويمكنك اقامة دورة اولمبية مصغرة في نادي سموح عنده منشآت عملاق فاستبعاد مرشح امر طبيع من حق الجميع انه ترشح شرط ان تستوفى جميع الشروع لكن حد تفرج عامر وفرج عامر انجازاته تتحدث عن نفسه والاعداء لمسين ناردة بقت العضوية في نادي سموحة بمليون جنيه والانجازات اللي تمت الناس كلها شايفها وفرج عامر اللي عمله تاريخ سيظل الناس تتحدث عنه مدى الحياة الناس الامينة المخلص لكن في حقبة الانتخابات دي بتسود الدماجوجية والغوغائية من البعض لكن هذا المرشح تم استبعاده لقيامه باعمال مالية مع النادي خلال الفترة الماضية وانا بكلمك عن الانتخابات ايضا عاوز اقولك حاجة جميلة جدا لان القضية دي انا كنت متبنيها من سنة كده من سنة مركز شاب باشتيل اصلي الناس بقولك ايه مفيش انتخابات لأ مركز شاب باشتيل عامل انتخابات والانتخابات يوم الجمعة والانتخابات في كل الاندية في كل الاندية مركز شاب باشتيل نازل فيه احد وكلاء اللاعبين الاصدقاء اللي انا بكني لهم كل تقدير وكل احترام وهو الصديق العز بلال نظير حد من الناس اللي هي كفاءات نازل بها عاوز يعمل حمام سباحة وهو مجموعته وعاوز يعمل تنجيل للملعب الرئيس المركز الشباب وعاوز يعمل معايشات المواهب الفزة في كل الالعاب الرياضية في قبرى الاندية المصرية والعربية والاوروبية وعاوز يبقى فيه اهتمام بفرير الكورة ويعمل هيكلة ادارية للنادي ويمكن يعني فيه تمكين للشباب من ادارة مراكز الشباب ما يبقاش الناس كبار السن يستحوزوا عليها بنقول شوء غريب بقاله قد كده هنيجي بقى في مراكز الشباب ونقول اللي بقاله عشرين سنة يبقى موجود ملناش علاقة فهو معاه احمد عبدالعيس حميدة نائب رئيس معبلال نظير المرشع لرئاسة وليد محمد عباس امين صندوق احمد نصر ابو خدرة عدو تحت السن ومحمد رجب متولي عدو تحت السن ومحمد جمال عبدالبراهيم وعبداللطيف محمود عبداللطيف وسيد عبدالفتاح السيد كل دولا هم اعضاء شباب زي الورد شباب زي الورد الصراحة انا مبسوط انا مبسوط بالشباب اهو اهو ده دول اللي انا اتمنى ان هما بيبقوا بيديروا مراكز الشباب في الفترة دي زي ما اتعلمنا من الناس الكبيرة الدفع بالشباب ده جد وده الاستمارة هي بتاعة الانتخابات يعني بغض النظر اهي ده الاستمارة هي بعتهلب لان ابسط حاجة ان احنا نسنده وندعمه في هذا الامر لانه من الناس اللي هو عملوا شغل كبير جدا لمركز شباب باشتيل وكده في انتخابات في كل الاندية وهتلاقي واحد اكتوبر فاتح باب الترشيح في نادي الزمالي والنادي الاهلي حدد خمستاشر اكتوبر ليوم واحد وعشرين لسه ما اعلنش رسم بس انه قلت لك القرار وانتخابات يوم خمسة وعشرين وستة وعشرين نوفمبر في موسم الانتخابات ده بيبقى كل الناس منها ترشح للزمان كان الله اعلم احنا بصوا هنتابع كل الاندية وهنكون على مسافة وحدة من الجميع وهنكون على مسافة وحدة من الجميع من الجميع مش هنتكلم ابدا 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 مش هننحز لحد اللي عمله كويس حد زي بلال نظير ده ما اكسب انا اعرفه على المستوى الشخص ما اكسب اللي مركز شاب باشتيل حد زي موان سفرج عامر ماكسب لنادي سموح حد زي محمد بيم سلح ماكسب لنادي الاتحان حد زي الأسطورة كابتل محمود الخطيب ماكسب لنادي الاه نادي الزمالك ما اعرفش مين اللي ماترشح لس لكن اللي موجود حسين اللبيب ماكسب لو حسن ساقري ماكسب لو خالد عبعايز ماكسب لو احمد سليمان ماكسب في ناس كتير محترمة في ناس كتير محترمة فبالتوفيق للجميع وانا تمنى ان الانتخابات يبقى فيها تمكين للشباب فعش يبقى مركز الشباب وتجيب له ناس عواجزهم جحكحة واقضى على المناصب بقى لعشرين سنة وكل ما تستبعد ومشبوعة وعندها قضايا وحاجات امنية وكلام بالشكل ده وحاجات يعني ما انفعش لكن احنا عاوزين الناس التي تشوبها شائبة هي اللي موجود ولا جيب واحد عنده اتعامل مليئا مع النادي بأي شكل من الاشكال معناه انك لما تبقى موجود هتجيب شركة تانية هتقوم بالشغل وانت شركتك اللي قيم فيبقى لا الناس دي لازم تبتعد عن العمل العام خليك يا عام في البزنس بتاعك وربنا يكرمك ويسعد دمتم في امان الله السلام عليكم